أما أكثر ما قرأته فجاجة وعمالة وخيانة وبتمثل حالة عهر إعلامي مكتم للأركان مين هو؟ فيصل القاسم فيصل القاسم هذا المزيع اللي بيطل علينا بهيئته وبلاهته وشكله وكلماته ومفرداته الخبيثة بيخرج علينا في برنامجه لاتجاه المعاكس وهو فعلا اتجاه شاز صاحب برنامج الاتجاه أنا بقول له سميه الاتجاه الشاز عامل استفتاء بيعكس قمة العهر الإعلامي وقمة الفجر الإعلامي وقمة الخيانة الوطنية لفكرة العرب أو ما تبقى من العروبة أو ما تبقى لديهم من النخوة العربية تخيلوا بيقول ايه؟ بيقول هذا العربي المفروض لو جرى استفتاء بين سكان مدن حمص وحماء وإدلب وحلب والحسكة والقمشلي دير الزور المدن السورية التاريخية على أن تكون إما تحت الإدارة السورية أو التركية من تختار ويطلع لي في استفتاء أن الناس اللي دخلوا عنده صواته قالوا الإدارة السورية 22% و78% الإدارة التركية يعني دعوة لاحتلال سوريا من تركيا فيصل القاسم بيدعو من خلال كتائبه الإلكترونية الإخوانية أنه تاحتل تركيا المدن في حمص وحماء وإدلب وحلب والحسكة والقمشلي ودير الزور في حالة غير مسبوقة حالة غير مسبوقة لم أرى لم أرى وأعتقد لم أرى خيانة وعمالة ووقاحة مثل ما يقوم به فيصل القاسم على موقعه وفي حسابه في تويتر وفي برنامجه في قناة الجزيرة ترجمة نانسي قنقر